بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام وصول الله ان شاء الله شباب هل يبدأ نكمل المحاضرة التانية في اللي هو الهيدروليكس طبعا كلمنا المرة اللي فاتتة عن مقدمة نبدأ ندخل بقى في بس ببعض مراجع بس كده على كورس اللي هو الهيدروليكس وبعد كنبدأ ندخل على الشغل بتاعنا في الهيدروليك انجينيري اول حاجة طبعا بالنسبة ليه فلود معنى فلود او المائع ده عبارة عن بيعرف عسل النوال المادة بتاهم كده اللي بيبدأ يتحرك او الحركة بتاعته بتحصل دايما باستمرار تحت تأثير اللي هو الشير السرس اللي قدته يعني لو عندي هنا وليكن ده سطح مثلا ثابت وده عبارة عن لوح خشب اللوح الخشب ده بتأثر على القوة الليل الفورس بتاعتي دايما عندي بتلاقي قوة عندي فعكس الاتجاه بتبدأ تقوم الحركة اسمها الشير السرس وده ما نسوب الماء عندي هنا يبقى دايما اللي هو اللوح الخشب والماء بتبدأ تستمر في الحركة طالما الاف عندي اند والشير السرس ار نان زيرو يعني بيساو قيمة معينة بعد كده بالنسبة لي بعض تعريفات اللي هابلو القديمة تنستس بالسيب الكويت والكلام ده هنبدأ نشوف بس بعض تعريفات واليونتس والدامنشة اللي كانت موجودة قبل كده في الفلود ميكانيكس اول حاجة فيه عند النظام اللوح الفرنس زي ما انتم عارفين الماس بالجرام الماس بالجرام الانس بالصمتي الانجليش عندي سواء بريتش او امريكان كل واحد لقى الانجليش بتاعته والانترناشنال الماس بالكيلو جرام واللانس بالمتر الانس بالمتر طبعا دي بعض التحولات المهمة عشان المسائل من باوند لجرام الجيل اللي عاية الجاذبة بيتساوي ايه في حاجات مهمة لازم انتم عارفينها الفيت بتنشر انش الانش الانش بي 24-500 سمطة طبعا بعد الخواص برضو بالنسبة للفلود اللي هي جيومتريكال اللي هي الابعاد دايما بعبر عنه برامز ال و الاريا بالل تربية والفوليوم بل تكعيج طب القينوات في بروبارتز فيه عند الانجلر فيلوستي اللي هو امجا بيساوي 1 على T اللي هو الزمن بعد كده الفلوستي اللي بيساوي مسافة على الزمن بعد كده الأكسدريشن ايه بيساوي اللي على T تربيع اللي هي الديناميك بروبارتز اللي هي عندي فيه عند الواء الدينيستي في الكسافة بيساوي الكتلة على الحجم اللي هو الام على الالة تكعيب و الفرص مل على تربيع و الورك مل تربيع على تربيع طيب لو جينا بعد كده دخلنا على الدينيستي الدينيستي عند اللي هي الرو اللي هي الكثافة بيساوي الكتلة على الحجم اللي هو هي بيعبر عنها المسبر يونت فوليوم كديمينشن مل طبعا الكتلة م والحجم على الالتها كابي يعني مل السلب 3 و اليونت بتاعتها كيلو جرام على المتر مكعب البيت اللي هي البيت اللي هي البيت اللي هي البيت اللي هي عبارة عن البيت اللي هي 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 البي بلاسبيزل جراتي بيساوي الرو ماتيريال بتاعت الفلوود اي ان كان الرو ماتيريال على الرو ووتر طيب فيه بعد كده الديناميك فيسكوستيق الفلوود الان ميو هي عبارة عن الخاصية اللي هي طبعا اللي بتبدأ التحدد لمقاومة السائل لقوة بتاعت القص طيب يبقى فيه عندي هنا وليكن ده لو ده ملسوب سطح المية وده سطح السابة تقولنا عليه قبل كده فسكوستيق بالنسبة علي الموانيه مهنا الفلوود ايому دي التجربة بسيطة لو عندي مثلا عندي مثلا ده هنا وطر بعد كده فيه هنا اللي هو محلول اللي هو دورة بعد كده فيه هنا زيت بعد كده مثلا وليكن فيه هنا عسل وتبدأ ترمي مثلا اي مثلا جسم صلب هتبدأ ترمي ايه جسم صلب نفس جسم صلب في كل ايه اناء من ده على حده عشان تبدأ بس تهرف معنى مفهوم اللي هو الفيسكوستي طبعا هنا ده المية طبعا نزلت بسرعة جدا لان الفيسكوستي اللي زوجة بتاعتها قليلة جدا لكن هنا بتاع المحلول الدورة أو الكورن السيروب الفيسكوستي عندي اعلى عشان كده بدأت ايه بدأت تبقى فيه مقاومة للسائل ده طبعا اللي هو الزيت تمام بعد كده فيه اللي هو العسل زوجة بتاعته عالية جدا عشان كده المقاومة دايما بالنسبة لحركة الجزئ بتبقى عالية مقاومة السائل بالنسبة لحركة الجزئ بتبقى ايه؟ او للجسم الصلب بتبقى عالية جدا ده بالنسبة ليه الديناميك فيسكوستي طيب بعد كده طبعا التوبة اللي هي الشيرسترس بيساوي الخاصية اللي بتحدد مقاومة السائل لقوة مين لقوة اللي هي القصة أو الشيرسترس اللي بتاعته التوبة يساوي الف اللي هي القوة على الارية الارية عبارة عن مين اللي هي مساحة المقطع بتاع البليت اللي هو المواجه للمية تمام؟ مساحة المقطع بتاع البليت اللي هو المواجه للمية لو جينا نرسم مثلا ده البليت هوفر اتجاه ده تمام؟ ده البليت مساحة المقطع اللي هو ايه؟ اللي هو المواجه للمية طيب يبقى ده تقرأ المساحه اللي من تحته يقرأ المساحه اللي من تحته بيساوي F على الاريا يقرأ ميو في ديو بايد واي الميو اللي هي الديناس في السكوستي ديو بايد واي يقصد بها الفلست جريديان اللي هو منحنة الانحضار الكاريب بتاع السرعة لأن هنا طبعا لو خاتنا مثلا وليكن دي النقطة اللي هي السبتة عند مثلا نقطة Y بتساوي زيرو. كل ما اطلع عند الوي بيساوي زيرو السرعة بيساوي ايه السرعة بتساوي صفر تمام كده سرعة مين اللي هو الجزائد بتاعت المي طب كل ما ابدأ اطلع ازيد ايه اللي بيحصل اتلاقي دايما السرعة بتبدأ ايه تبدأ تزيد عندي هنا لغاية ما اوصل لأقصى سرعة في اللي هو السطح الملامس ليه اللي هو اللي هو التمبر او اللي هو الخشب ده. دي بي دي وي يقصب بها مين اللي هو ايه اللي هو السرعة. الدي منشن بتاعت المي هو في ستاوي تربيع اللي الام على الال في التي. طيب نيجي بعد كده عالقانان فسكوستي. القاننام فسكوستي يقول لي هدي بتعبر هي عبارة عان كمية بتعبر او كوانتتي بتعبر او بتحديد او بتعبر عن الديناميك فسكوستي الفلاويت باليونت دينستي يبقى اليو بيساوي الديناميك فسكوستي اللي انا جبتها على الكسفة بتاعت السائل والديميشن بتاعتها L تربيه على T والساندرد يونت اليونت بتاعتها متر تربيه على السن طبعا ديت الفسكوستي بتاعت Air و بتاعت الووتر مديلي بس مقارنة بسيطة هنا ده الفلاويت عندي لو Water لو Air تحت نفس درجة الحرارة بيقول لي هنا الديناميك فسكوستي ومديلي برضو مين قيمة اللول كيناميك فسكوستي بتاعت الاثنين طبعا واضح من هنا ان الديناميك فسكوستي بتاعت مين بتاعت الميا اعلى منين اعلى من الهواء تمام طيب ودي برضو بعض ايه مديلي برضو بعض الخصائص بالنسبة الفلاويت بالنسبة لليكويدز او سواء جازس تمام كده عند درجات حرارة مختلفة ومديلي الديناميك فسكوستي وماذا طب نجي بقى نبدأ نشوف بعض المبادئ الاساسية بالنسبة لي البايفلو اللي هو التدفق خلال اللواء المواسير والاوبينت شانل القوانات المفتوحة ناخد انواع السريان او التدفق الموجود تصنيفاته ايه وناخد المعادلات اللي هي ايه اللي هي بتحكم التدفق بتاع اللواء الفلو طيب لو جينا مثلا عندي هنا ديت عندي بايفلو خلال مصورة او السريان خلال مصورة وده السريان خلال قناة مفتوحة السريان خلال مصورة طبعا ده دايما بتقومش دايما ايه لو جدت عند اي قطاع وخدت بيزوميتر بالشكل ده تمام هلاقي دايما عندي فيه هنا المية طلعت او منسوبها عيلا بالشكل ده لان المية في الانبيب دايما بتمشي تحت تأثير مين الضغط يبقى دايما عندي هنا هتلاقي هتلاقي دايما هد هنا فوق الهد ده اللي هو بيعبر على مين زي ما قلنا قبل كده البي على مين على الجاما اللي هو عبارة عن اللي هو البرجر هد وطبعا عندي هنا بيبقى ايه ده لو في عندي برده عمبوية تانية زي ما قلنا قبل كده حطيت مثل هنا او بيزوميتر هنا تمام هتلاقي برده منسوب المية لو وصلت الاثنين ده اسمه الهيدروليك جريديانت لاين زي ما قلنا قبل كده طيب يبقى هنا البي فلو جانا اللي خاصة براجرائز الفلو اندر هيدروليك بريشر دايما ماشي المية او صراينا المية دايما المحرك الاسيب بتاع اللي هو الهيدروليك بريشر او الضغط قوة الضغط طيب خلال ايه اتجاه الصراينا الفلو اريا بيقولي هنا بتحدد يبقى انا عندي هنا الفلو اريا دايما تمامشي خلال مين المقطع اللي هو ايه الدايرة اللي هو بتاع مين اللي هو بتاع البيب طب نيجي بعد كده على الابنت شانل الابنت شانل قولنا هنا اول حاجة اهم ميزة فيها ان سطح المية ده تمام معرض لضغط جو اللي هي البي اتموسفير يعني فري سيرفس ماهوش ايه ماهوش المية هنا او سطح المية ماهوش معرض لمن لضغط زي مين اللي هو بيفلو لا ده هنا بي اتموسفير يبقى سي فري سيرفس والبي هنا بيساوي ايه بيساوي عندي هنا صفر الدرايفنج فورس عندي هنا المحرك الاساسي بالنسبة للمية او جزئات المية هي في خلال اتجاه الفلون يبقى انا عندي لو ده اي مية او اي جزئ اي جزئ مية هنا له وزنة طبعا طبعا النسبة للجزئ هنا في عند مراكبتين صح يبقى في مراكبة دايما في اتجاه مين في اتجاه الفلون صح وفي مراكبة تانية عمودية على اللواء القاع بالشاك القوة ديت هي اللي بتبدأ تسبب مين ودايما عند الوزن لو بتحل المراكبتين في قوة هنا نتيجة اللواء الجاذبية او وزن من الجزئ هي اللي بتبدأ تحرك مين الفلون في هذا الاتجاه الفلون الريا دايما بتتحدد عن طريق الريا هنا عن طريق الجيومتري اللي بتاعت الوزنة يعني بمعنى ايه دايما نسوب سطح المية دايما نسوب القاعة بيتلاقي دايما عند ايه لها انواع كتيرة جدا يا اما بتلاقيها مثلا شبه ونحرف مثلا بشاكده دايما نسوب المية هو والمية ماشية في الاتجاه ده صح كده اه اما بيتلاقيه مثلا مستطيل اما بيتلاقيه ما غير مسهلس و اي عام بيتلاقيه فئ اشكال كبيرة جدا بنسبةwalk الطبعا قلنا برضه المرة اللي فائت الامر لاندي trophies برشياه او برشياه او برشياه او برشياه او بالشاكه ده يبقى المية بس عندي في الجزء ده و الجزء ده معرض لمين للضغط اللي هو الجوي يبقى ده بي اطموس ايه البي اطموسفير تمام طيب يبقى ديت عندي كأنها ورده اوبا ليد شانل زي ده بالضبط يبقى لازم عشان توبيب في لو تمام او اندر برجرايز يبقى لازم بقى القطاع كله مليان بايه مليان بالمية طيب نجي بعد كده على الاستيتسوفلوبا حالة السيرينزات نفسه فيه عندي لامنر وفيه عندي تربلاند طيب فيه تجربه عندي فيه علم اسمه رينولد عمل تجربه اسمه اوبسال مرينولد عمل تجربه عبارة عن ايه جاء عندي هنا فيه خلال مصورة مثلا هنا مصورة دي كانت شفافة وبدأ عندي هنا يضخ عندي سائل وفيه هنا من فوق فيه ضايل اللي هو سبغة سبغة مثلا بلون معين وبدأ عندي هنا ايه ااااااااااائ شرفا مع سراعة المى بدأ عندي هنا ايه اللي هو السبغة تبدأ تمشي مع م Wales تبدأ تمشي مع المي طيب بالنسبة لامنر فلو اموت دائما بتلاقي سرايان ايه بتلاقي مسليون دائما او بيبدأ يحدث دائما لما الان النقان بايه الى كون السراعات ايه السراعات قليلة شوية سراعت الفلو قليلة بيبدأ يمشي كأنه خط مستقيم ويظهر لك خط مستقيم اما بدأ عندي هنا يزود السرعة شوية بدأ تزيد بدأ الصبغة عندي هنا بدأ يحصل لها تشوهم بالشكل ده طيب اما بدأ يزود السرعة اكتر بتاعة الفلو بدأ يحصل تربلنت اكتر وبدأت الصبغة تتوزع على كامل القطاع بتاع الانبواب الشكل ده لو جينا نبص لها كتجربة عملية لو جينا نبص لها هنا تربلنت لامنر وتربلنت فلو ده عندي مثلا حاجة بالشكل ده مسهورة مثلا تمام زي ما انتم شايفين هنا ده مسهورة كل ما السرعة بيزيد ايه بيحصل يوقتاني في الاول دائما عندنا كان ايه السريان كأنه ايه خط مستقيم تمام كده طيب السرعة بتزيد ايه بيحصل بالنسبة للسبب بيبدأ ايه بيبدأ يحصل التشوه اكتر اهو تمام ويبدأ السرعة كل ما بيزيد بيبدأ يحصل تربلنت اكتر او تربلنت اكتر بالشكل ده يبقى ده حالة الانتقال من اللامنر لالي هو التربلنت تمام طيب بعد كده هنبدأ ننتقل لرينو دو نمبر يبقى في عندي برضو هنا الرينود نمبر عندي هنا تعبار عن ديمينشان ليس نمبر وهو عبارة عن دلة في الميو تمام الدينامي في سكوستي الفي اللي هي السرعة كسافة اللي هو الدي اللي هو الديامتر اور الار الرينود نمبر بيساوي في في دي في الرو على الميو تمام طيب اليو بيساوي لو انا جيت قلت هنا لو انا جيت قلت هنا الميو على الرو الميو لو جيتنا اخدنا بديت الميو على الرو بيساوي لو ان يقول لي كان اما في سكوستي تمام يبقى في 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 دي على اللي هي الرينود نمبر ده يعبار لي برضو عن حالة اللي هو الرو يام مهل يقى لي بعبار لي اما ترانزيشن الفلو يام تر بلانتفلو الو و لنعطي تكون الو. الريون الدي نمبر ده كرقم اقل من 2000 ترانزيشنل من 2000 ل 1800 طيب في الوبنيت شانل الريون الدي نمبر بيساوي رو في في بس بدل الدي هنا بدل الدي شل وحط مين الهيدروليك ريدياس زي ما هنشوف الوقت بتاع اللوة الوبنيت شانل طيب على النيو وبرضو هنا الفي في الار على النيو وبدأ ايه يحط النيو طيب امتى يبقى لاما انا في الاول ان شانل لو الريون الدي نمبر اقل من 500 من 500 ل 2000 ترانزيشنل اكثر من 2000 تربلنت طيب لو جينا بقى برضو في تقسيمة اللي بيع للتربلنت لفسها ممكن عندي هنا لو ما يمشي خلال مسلا مصورة اقل من 4 الريون الريون الدي نمبر اقل من 4 الريون الدي نمبر اقل من 4 طيب وده يعني ايه بتحصل امتى لو عندي سطح المصورة اسموس يعني ايه يعني اسموس بعض الشيء تبدأ تحصل مين اللي هو اسموس تربلنت طيب ترانزيشنل تربلنت لو في عندي بدأ يحصل بقى تعرق شوية في المصورة يعني في صدق مثلا حصل كتير على المصورة او في قلب المصورة من جوه بيبدأ عندي يحصل حاجة اسمه ترانزيشنل تربلنت الار اف من 4 لأكتر المية يبقى اسمه تربلنت يبقى انعنت التعرق بتاع اللي هو جوه او سطح المصورة بدأ ايه بدأ يزيد تمام طيب الي هو عبارة عن المصورة وطبعا دي عبارة عن ارتفاع الكشونة الكيب عبر عن ارتفاعث الكشونة جوه وترجمه ويهما اغباء متوسط الارتفاع الكشنا بتاع ارjek كي يتحصل بيسطر في الكل هل يسمى الشير الشير نوع القلب الافريج شيري ستريس اللي احنا قلناه قبل كده والرول اللي هو الفلويد دينستي طبعا الكي هنا بالنسبة للمعاد طبعا اليو كانوا يكفي سوستي الكي الى الافريج رافنس هايت الكي افريج ايه اللي هو رافنس هايت طيب نيجي بعد كده عشان يحدد اللي هو الفريكشن هاد لوس يعني مثلا فيه عند دايما داخل مصورة الاحتكاك اللي بيحصل دايما جوا المصورة عايز ابدأ احدده في معادلة اسمها دارسي ويستش فورميولا تمام دي بتحددلي مين بتحددلي اللي هو الفريكشن هاد لوس فيه اي نوع من الول بايبس عن طريق المعادلة اللي هي قدام دي يبلقدش لوس الفواقد لان طبعا ما يكون المياه ماشي في مصورة ويبقى مثلا فيها خشونة من جوا تمام ودي طبعا عملوا التجربة ديت عملوا بعض تجارب في المعمل بدأ يحط ايه بدأ يحط حبيبات رامل على اللي هو السطح ويبدأ يزود الخشونة بتاعتها شوية بشوية ويبدأ ايه بدأ يطلع علاقات امبريكل وبدأ ايه يحط اللي هو الجدول طيب يبقى هنا العلاقة دي بتحددلي مين طبعا المياه زي ما اتفعنا ما يكون منش في المصورة وفيه خشونة من جوا بتبدأ تهبط مين سرعة المياه اللي موجود يبقى المياه بتبدأ تفقد بعض من الطاقة بتاعتها يبقى الحلوس بيستور بها F في ال L V تربيه على 2G ال L اللي هو عبارة عن مين طول المصورة ال D اللي هو الديامتر V سرعة المياه G عجية الجاذبية صح يبقى ايه الحاجة الوحيدة اللي انا عايز احسبها اللي هي ال F ال F دي احسبها من مين مودي دياجرام اللي هو عندي بالشاكدة يبقى اول حاجة دايما المحور اللي هو الافقي ده اللي هو الرينولد نومبر رونولد نومبر V في D على نيو صح والمحور الرأسي الريلاتف غرافنس اللي هي مين ال Epsilon على D او الكي على D يبقى ديات عندي يا اما ال Epsilon على D اللي هي الديامتر ده ال Epsilon مليسه اللي هو ايه ال Average Roughness متوسط معامل خشونة على الديامتر طيب من هنا المفروض هابدى اجيب ايه هابدى اجيب مثلا ايه الريلومد نومبر وابدى اطلع مثلا برقم ايه برقم بالشاكدة واطلع بخط بالشاكدة طيب لغاية الوقتي مليش عارف الخطة اخره فين طيب ومن هنا ال Epsilon على D على حسب نوع المصورة والكلام ده بيبقى مثلا هي فيه كتالوجات جامعة من الشركات بيقول المصورة اللي انت اتخدها دي وليكن معامل رفنس مثلا بتاعها بكذا ببدأ بردو من هنا ابدأ شوف الرقم وليكن طلع مثلا واحد من مية او بين التمانية من الف واحد من مية اعمل ايه بقى افضل ماشي جنبه بالشاكدة موازي 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 لغاية ما ايه لغاية ما اوصل بالشاكل ده تمام هيقطع ده في نقطة هيقطع ده في نقطة بعد كده او مواخد ايه خط ايه افوقي كده يديلي مين اللي هو الفريكشن فاكتور تمام يقول الف العباره عن مين هنا اللي هو الفريكشن فاكتور وبردو نبدأ نشوف حاجة بسيطة كده وتوضح للكلام ده اللي هي المودي شارت يوا في عندي هنا في عندي هنا في مودي دايجرام في عندي هنا اول بتصميم بشيطة طبعا ياح hoop او في معامله الخشونة الوه من الابسلون معديشة рублей vertebral 검 هذا�� لكن هنا بالنسبة للمنطقة التي هي الخضرة يتحكم فيها يتحكم فيها إبسون عاد دي وهي الرون درامبر الاثنين طيب يبقى ده عبارة عن عبارة عن فانكشن في إبسون عاد دي لو عندي هنا وقع في المنطقة دي لكن هنا دل في رون درامبر وإبسون عاد دي وهنا رون درامبر يبدأ يحسب رون درامبر وإبسون عاد دي على نيو تمام الفي عبارة عن فالوستي وإبسون عاد دي عبارة عن ديامتر تمام بعد كده الليو طبعا دليها كاينماتك فالسكوستي بابدأ أجامل التابل على حسب نوع مين اللوال في اللوت بابدأ أجامل التابل بعد كده بابدأ أحسب أول ستيب بابدأ أحسب الفي كجيفن بناءنا على الدي والكيو الفي بيسوي كيو على الاري طبعا بالتصريف والاريال اللي هي تابعة 4 بعد كده أبدأ ايه؟ بابدأ هنا أجيب اللي هو الريلون درامبر وابدأ أطلع بخط ايه رأسي تعم كده في رتكال لاين بحسن الريلة في رافنس بابدأ أحسبها وابدأ أمشي ايه بخط كده موازي للخطوط لغاية مقطع ده اللي هو الخط الرأسي بعد كده أبدأ ايه؟ من التقاطع ده بابدأ أطلع بخط ايه؟ اللي هو خط أفقي تمام؟ يبقى بابدأ أدريس بابدأ أرسم خط اللي هو أفقي يبدأ يدي لي مين اللي هو الفريكشن فاكتور وكده أبدأ أعوض فيه اللي هي المعادلة تمام؟ يبدأ يدي لي مين؟ يبدأ يدي لي الـ تمام؟ طيب نرجع ثاني بعد كده يبقى عرفنا مويدا جرامب ده بحسب مين نوع ايه؟ الفواقع في المعادلة بحسبها ازاي؟ طيب نجي بالأوب إن شاء الفلو قلنا الأوب إن شاء الفلو هو عبارة عن فلو عبارة عن صريان اللي هو مين السائل أو الفلو أوف ليكود ودايما في الغالب اللي هو الوطر ده بدأ أدريس دايما اللي هو الوطر في الكورس ده خلال مين موصل تعمل كده؟ ودأ فري سيرفز زي ما اتفقنا اللي هو إيه؟ اندر أتموسفيريك بريجر تعمل كده؟ يبقى البرجر عندي هنا اكوال أو مساول مين للوكال أتموسفيريك بريجر يعني البيب يساوي كام صفر عن سطح المية هنا أو هنا يبقى دمعين دياد بايب بس هنا بعتبرها كالنوبي انشان اللي لإننا عندي هنا برشيا لصد ميرجل فيه عندي هنا معارضة لضغط مين جو طبعا هنا النشور الفلو النشور الفلو عندي هنا يعني مثلا بمعنى اللي هو الأنهار اللي هتكونت ايه؟ اللي هتكونت في الطبيعة اللي هي الريفرز الجداول اللي هي الفلاطس تمام كده بالنسبة الهومن ميت سيستم عبارة عن ايه؟ زي اللي هي الانسان بدأ يبدأ ايه صنعها زي اللي المواسير الفريش خوتر اكوا داكت اللي هو البدلات السيورز المصارف بعمل مثلا المواسير الصرف الصحي او اي امكان وفيه عندي نشور الفلو اللي هو ديما اللي هو نشور الفلو يعني انا مش بتحكم فيه و ايه؟ المية ماشتح تأثير ايه؟ المكثبية تمام؟ لكن هذه الهومن ايه؟ ودها عدت عمد بفعل طبيعة نتيجة الفيضانات والكلام دا او السيور لكن هذه الانسان بدأ يصنعها و بدأ ايه؟ بدأ يتحكم فيه اللي هو اللي هو سرعة الماء اللي همشي فيها و اللي هي الخوصة بتاعتها طيب الوبن تشانل يبقى فيها عندي نشورة بالشكل دا يعني قطاع عندي ايه؟ مواش منتزم بالشكل دا زي ايه زي الصورة اللي قدامنا دي هناك انشرة شكرا لاصناعي فهي احب صناعة الصناعة اضافة من خلف قبر او جهاز الذي ينفذ او خلف قبر في الخلف الوصل يبدو هذا خلف قبر غد دفع و صناعة هو الخلف قبر خلف قبر جهاز بعد انوائه ينتبه و هناك مقفولة هنا عشان البيت المثال هناك مقفولة في هناك ترابوزويدا بالنسبة للخواص الهندسية المثال الآن سوف يكون هناك نفس الشيء سوف يكون هناك موجودة المثال الت ي行ى المسائل بعمل طوبويتس وعرض القطاع المية من فوق يتعلم الطوب ويتس بحسب ويتس y تم تحسير متر يعني مشاركة المسافة بين سطح المية هنا وغية مين والقاع بحسب يتعلم الطوبويتس هنا وعشان هي صغيرة جدا موجود كاتبه هنا لكن البي هده ألاحظها في الترابوزويدل ده البي اللي هو عرض القاعه هنا البي اللي هي عرض مين عرض القاعه طيب في التريانجولر هنا عرض القاعه يسوي كم سفر تمام لانها ايه لان راس المثلث هنا طيب بعد كده البي الويتد برامتر يقصب البي الويتد برامتر ده قطاع المية صح لو ده قطاع المية عند هنا ده قطاع المية ده بيلمس عندي القطاع جسم الترعه هنا في مسافة ده هنا هي المسافة من أول هنا صح من أول هنا لغاية هنا وهي كل اسمها الب اللي هي المسافة دي كلها طيب هنا في الترابوزويدة للB distingu había منut قطاع المية وصح ده كله ده قطاع المية ده تمام بيلمسس هنا القطاع بتاع القناة في مسافاء guarding المسافة دي زائد دي زائد دي وهذا اسمها الـ 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 عبارة عن مساحة القطاع بتاع الماء يبقى الـ دائماً عندما تلاقيها في شغل هيدروليك هذه عبارة عن مساحة القطاع بتاع الماء في النسبة للـ مساحة القطاع بتاع الماء طيب بعد ذلك الـ الـ عرفنا الـ الـ دي عندي هنا كابتال بيساوي الـ 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 الزد اللي هو عبارة عن الميل ميل القطاع دائماً تزد الواحد أما يقولي دائماً تزد الواحد يعني دائماً الزد الأفقي والواحد رأسي يعني مثلاً لو قال لي الميل بتاع الجانب بتاع الترعة 2 لواحد يبقى الزد عند بكم أو 3 مثلاً لواحد يبقى الزد عندي بكم زد عندي بتساوي كام؟ بتساوي 3 صح؟ طب لو قال لي 3 لـ 3 لـ 2 تعمل كده؟ يبقى الزد هنا لازم أن نسب الأول الرقم ده لواحد صح؟ يبقى الزد هنا على 2 بقى واحد 1.5 يبقى الزد هنا على 2 بقى 1.5 صح؟ يبقى الزد هنا على 2 بقى 1.5 يبقى الزد هنا على 1.5 بعد قواعدة قواعدة نفسه تسمى إيه؟ السنط يعني ماشي أفقي ولا ماشي إيه؟ ولا ماشي بالحضارة طيب بعد كده نجي على type of flow type of flow في عندي هنا حكتين مهمين جداً وببدأ أحكم على type of flow إما في عندي variation في time أول حاجة time هو الكراتيريا أو المعيار ثاني حاجة ببدأ أشوف distance يبقى فيه تغير في time أم لا؟ تعم؟ variation time أو فيه تغير في خصائص القطاع نتيجة إيه؟ عند distance معينة أو مسافات إيه؟ معينة أو مسافات مختلفة طيب إمتى في عندي دايما التصنيف الأمنية على حسب time بقول لي هنا لو في عندي steady flow استدفلو إمتى؟ بيقول لي لو السرعة بتاعت إيه؟ سرعة المية عند القطاع أي قطاع عند زمن وليكم مثلاً صفر تعم كده؟ لو جيت مثلاً عند وليكم أو أده مثلاً ده قناع هي ده مثلاً إيه؟ القطاع بتاعك تعم؟ أو بتلقاع وده مبارة عن مين؟ منسوب المية بقول لي لو جيت هنا عند القطاع ده اللي هو رقم واحد وقست السرعة هنا عند زمن مثلاً بيساوي كام؟ عند زمن بيساوي كام؟ ولتقيتها مثلاً في تمام؟ طيب جيت بعد فترة معينة أو بعد إيه؟ بعد وليكن عند هنا زمن عند تبيساوي كام؟ طيب لو جيت بعد فترة معينة وليكن عند إيه؟ بعد مثلاً نص الساعة بعد الساعة وقست السرعة هتلاقها برضو فيه ده اسمها إيه؟ steady flow يبقى عند نفس القطاع وقست السرعة وقست السرعة ليس بيتغيره مع الزمن يبقى هنا التغير السرعة قوي عمق المية عند نفس القطاع مع الزمن بيساوي ايه؟ بيساوي صفل ده اسمها استفله العكس هنا في الأنس ده لو جيت هنا است إيه؟ وقست السرعة مثلاً لقمة فيه طب بعد الزمن مثلاً وليكن نص ساعة أو ساعة وطلعت فيه مهيش بنفس القيمة ده اسمها steady يبقى يلفلوه غير إيه؟ steady يعني سابت تمام كده؟ لكن steady وإيه؟ جير سابت هنا طيب نيجي بعد كده التقسيم الثاني ال steady ذات نفسه بيتقسم لحكتين يا إما يونيفورم يا إما نون يونيفورم يونيفورم يعني إيه؟ يونيفورم يعني بول هنا هنا طبعاً كنت بحكم بحتاكم لمين للطايم عند نفس القطاع طب هنا بدي أحتاكم بالدستانس وإزاي؟ بقول لي جيت هنا والتقيت عند قطاع واحد عند مثلا زمن بيساو صفر عند نفس زمن بيساو صفر تمام كده؟ عند قطاع واحد كان هنا في هنا y1 تمام كده؟ وفي هنا v1 طيب وقيت عندي ايه؟ عند قطاع اثنين والتقيت عندي هنا ايه؟ نهية هيها برضو السرعة عندي او الواي ذات نفسها متغيرتش مع مين مع الديستنس اللي هي اكس صح يبقى البرشة في وي برشة اكس بسو صح مفيش تغيير هي هيها نفس مين نفس السرعة او نفس اللي هو عمق المي لكنني نفر من العكس بقى لو قلت هنا في والواي تمام عند اقطاع تاني غير الاولان هلاقي السرعة اختلفت وي البيتاع الواي او عمق المي اختلف طبعا دي بعد الامثلة اللي هو ايه اا طبعا بالنسبة ان الن يدونه فرو بفلو بسميه الفارد فلو الفارد فلو من نوعين يا اما جرادي وليفارد فلو يا اما رابد ليفارد فلو جي في جرادي وليفارد فلو او رابد ليفارد فلو ديت بقى لو جينا نبص على مثال اذا كان هناك انحضار او ضرب في القاع القناة المية كانت يونيفورم فلو ماشي بانتظام يعني عمق المية هنا والسرعة الى هنا هي نفسها هنا لغاية ما يجي هنا ايه اللي بيحصل جرديوة ليفاريت فلو يبدأ يحصل تغير بالتدريج في عمق المية هنا بقى كبير صغير لغاية ما يوصل هنا بدأ يحصل فيه ضرب صح كأن الشلال بيشاك بدأ يحصل رابد ليفاريت فلو يعني التغير في عمق المية بدأ يزيد بسرعة مش بالتدريج زي ما كان هنا التغير زي ما انت شايفه اختلف وخلال مسافة صغيرة جدا بدأ التغير يحصل بعد كي يبدأ يرجع ثاني ايه جرديو ليفاريت فلو صح ولا كبير بعد كي يبدأ يصغر 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 لغاية ما يرجع ثاني يونيفورم فلو يبقى دائما عند الابستركشن اللي هو دائما اي عائق في المية بيسبب دائما ايه؟ بيخلي الفلو ديبس او عمق المية يبدأ يتغير يبقى الجرديو ليفاريت فلو زي ما قلنا بيحصل اوبر لارج ديستانس اند يجول يكونيكت من يونيفورم والرابد ليو دا اللي هو مين؟ يبقى الجرديو ليفاريت فلو بيحصل دائما بيحصل فين؟ خلال مسافة طويلة صح على مسافة طويلة التغير ودايما برود بين يكونيكت من يونيفورم وبين الرابد ليو الرابد ليفاريت فلو بيحصل دائما خلال مسافة قليلة هون نير زا اوبستاكل زي ما يكون فيه ضرب فيه منشأ في اي انكان صح زي الوير الهضار زي البوابة المية بازا ما بيتمشي ايه من تحتها عطول صح؟ وده برضو ايه شكل تاني او بيوضح لي لو دي بوابة ها بيحصل دائما عندها رابد ليفاريت فلو بعد كده الجرود ليفاريت فلو يعني ايه التغير في شكل سطح المية او ايه او عمق المية يبدأ يتغير بالتدريب لغاية ما يبصل برضو واسا نوليه كلها الدار بتلاقي عمق المية بدأ ايه يتغير عندي بسرعة يرجع تاني فارد بعد كده ايه رابد ليفاريت فلو لاني بقى فيه عائق صح؟ يبقى دائما اي عائق دائما عنده رابد ليفاريت فلو وبعد الرابد ليفاريت فلو تلايمين جراو جراديو ليفاريت فلو وهكذا طب فينا برضو في الحضار تمام كده يا شباب طبعا برضو بعض ايه الامثلة التانية اللي هي موجودة تمام طب يبقى هنا ايه ممكن برضو ناخد تقسيمة تانية بالنسبة للطيب فلو بس هنا اكوردنج تومين الفروض نمبر بقى كنا قلنا قبل كده يبقى في القوية الشانل دائما الدرايفنج فورس القوى اللي بتأثر او بتخلي المية تبدأ تتحرك هي مين هي اللي هي الكمبوننت بتاع جرفت زي ما اتفقنا قبل كده الامثلة وبالتالي المفروض من الوضح هنا ان الافكت بتاع جرفت هوا الاهم هنا يبقى تأثير اللي هو الجاذبية الارضية هو العمل الرئيس اللي يده يحرك لي المية المية عندي في الامثلة في الامثلة فروض نمبر بيعرف عسين الانيرشيا فورس على الكرافتي فورس تمام كده طيب اللي هو عزم الكسور قوة الكسور الزيتة على قوة اللي الجاذبية الفروض تربيع بيسوي في تربيع على جي دي تمام او ممكن نقول الفروض نمبر بيسوي في على جزر الجي دي تمام طبعا دي على اساس ان القطاع بتاعي يعني القنوات اللي هي العامة بشكل عام طبعا قلنا دي لو بيسوي الاريا بتاع القطاع المائي على اللي هو الطوبويتس اللي هو موجودة عنده تمام طيب لما يبقى عندي قطاع مثلا مثلا بيشكل ده ان دي ساوي الاريا على مين بردو نفس القطاع الاريا على الطوبويتس طيب في الابنشان الفلوب فيه ثلاث انواع من الفلوب تعتمد على الفروض نمبر لو الفروض نمبر جيت حسبته هنا كالفلوم وطلع اكبر من واحد يبقى سوبر كريتكال معناها ان وي عمق المائي اللو الماشي اللو الطبيعي في القناة بدون اواتذ اي عواقق اقل منين من الواي كريتكال صح طيب الفروض نمبر هنا لو بيسوي واحد يعني الحالة كريتكال فيه يعني وي نورمال عمق المائي الطبيعي بيساوي مين الواي كريتكال يبقى ال y critical هي الفاصل بين ال sub critical وال super critical فلو طب لو قال من واحد يبقى sub critical فلو طبعا هنا بيقول لي هنا نوتس ال db اللي هنا بيساوي ال main dips area ولو ال canal عندي ال canal width ال b عرض القاعة بتاع القناة اكبر من 15 عمق المية ال canal بسمها white canal وابدأ اخذ مين يو كان يوز ال r بيساوي ال y بيساوي ال d يعني دي ممكن السيلة او احط مين احط a y او احط مين اللي هو ال r ديت في الحالة لو ال b اكبر من 15 عمق المية طيب يبقى ديها ال effect of schools تا عندنا الرلول ال number تمام v في r على new الرلول ال number هي يعتبر هادرول كدرس الرلول ال a عمق اللي هو مصحة المقطع المائي على b اللي هو المحيط المبتلى يبقى في ال open channel امتى يبقى laminar وانها قبل كدر صح ومتى transitional ومتى turbulent وبرضو هنا بالنسبة لل turbulent ورده اللي هو ثلاثة ايه اللي هي التقسيمات طيب بعد كده for regime of flow are produced from the combined effect of schools and graph t يبقى انا عندي ممكن بقى لخص مأمين ايه اللي هو نتيجة تأسير في بسكوسط و graph t ابدأ بقى اعمل combination بالنسبة ليه انواع اللي هو ال flow ويسمى اربع انزام اللي هو ال flow يمتلك موجودة يقام مصاب كريتكل يعني فروض نبر قليل من كام من واحد laminar يعني روند نبر قليل من 500 طيب supercritical يعني فروض نبر اكبر من واحد laminar روند قليل من 500 وطبعا هنا ده برضو شكل مودي دايجرام اللي هو عبارة عن ايه هنا بقى بس مش هنا الفريكشن فاكور لا ده تشيزي كوفيشن ده عالم اسمه تشيزي بدأ برضو يطلع علاقة عايز يحسب السرعة بتاعة المياه خلال اللي هو او ابن تشانل بدأ يطلع علاقة ما بين الفي والهيدروليك ريدياس والسلوب اللي هو مين الاسلوب بتاع اللي هو القناة ويبدأ هنا طبعا يبدأ يشتغل شغل العمل لغاية ما طلع مين طلع اللي هو الكوفيشنت اللي هو بتاع السي يبدأ عبارة عن بس ايه شكل معدل من مودي دايجرام برضو هنا بين الرونالد نومبر وهنا من الدي على الكي يعني معامل اللي هو الخشونة تمام وطبعا بيبدأ يمشي برضو نفس الكلام برضو هنا ويبدأ يطلع من اللي هو ايه شهزي كوفيشنت ومنها بيبدأ يحسب الفي شكرا يا شباب ونشوفكم ان شاء الله على خير المحاضرة جاء بإذن الله سلام عليكم اشتركوا في القناة